أعزاء المستمعين ونحن في طريق بياننا لما تحتويه المكتبات يطالعنا في هذه اللحظة إبراز الفهارس التي تشتمل عليها المكتبات ما المقصود بالفهارس؟ الفهارسة هي علم تجمع فيه أسماء الكتب أو العلوم أو المؤلفين لماذا؟ ليعود الباحث إليها سريعا وهو حصر المعلومات والمواضيع والمسائل والمؤلفين بصور شتى وترتيبها ترتيبا خاصة وتصنيفها ليسهر الانتفاع بها والإفادة منها لأن هذه الفهارس مرجع للباحث يعود إليه أما عن فوائد الفهارسة فهي كثيرة منها تجميع القوائم الببليغرافية لحصر موضوع أو حصر ما في المكتبة من كتب وغير ذلك أيضا تجميع الكتب ذات الموضوع الواحد وكذا تحديد مكان وجود الكتاب داخل المكتبة ليسهل الوصول إليه أيضا تجميع الكتب المؤلفة عن موضوع واحد وكذا تجميع مؤلفات كل مؤلف ولذلك هذا النوع من التجميع يحتاج إليه الباحث الذي يتحدث في الشخصية المعينة في بحثه لأنه يجد كتبه كلها ماثلة بين دي أو أغلبها الفهارس أنواع متعددة ونختار منها الفهرس المطبوع الذي يعتبر من أقدم الأشكال ولهذا أخذت به كثير من المكتبات العالمية إذ إنه يتألف من مجلد أو عدة مجلدات وهو في شكل الكتاب المطبوع لهذا النوع من الفهارس مميزات كما أن له عيوب أما مميزاته فهي كثيرة منها أنه يسهل استخدامه أيضا صغير الحجم وكذا نسخه كثيرة مطبوعة يتداوله أكثر من باحث أيضا يستطيع أكثر من باحث استخدامه في نفس الوقت وكذا العيوب كثيرة متعددة في مقدمتها أنه يكلف كثيرا في طباعته وكذا يصعب التغيير فيه بالإضافة أو الحزف وأخيرا يتلف مع كثرة التداول والاستعمال هذا إن كان في الفهرس المطبوع فماذا عن الفهارس الأخرى وهو ما سنقف عليه في الشرائح التالية